المسيح المسيح بدأ الكلام ده باني لما قال جميع الذين أتوا قبلي صراق ولصوص وهنا بيقصد وعشان كده أنا عايز أخلي المشاهد سواء كان مسيحي أو سواء كان مسلم أو سواء كان حتى لا يعتقد بشيء أن المسيحية مفهاش أو سواء الدين فقهاء الدين وما تخليش حد يفكر لك فكر لنفسك لأن في ناس كتيرا بتتربح بالدين ويمكن بنشوف الكلام ده موجود في الرسالة الأولى لي تمساوس أصحح ستة لما بتكلم عن الذين يظنون أن الطقوة تجارة وابتدى بيتكلم بيوصفهم بالصفات اللي هما بيقعون في العطب والهلاك والكلام ده لكن بيقول أما الطقوة مع القناعة فهي تجارة عظيمة فالمسيح بيقول أن الناس اللي بيتحكموا في الإنسان بسبغات دينية أو بسلطان ديني المسيح جال عليهم اللي هما كانوا الكتب أو الفرسين اللي نقدر نسميهم فقهاء العصر في الوقت ده ده جال عليهم أن هما سراق ولصوص وابتدى يتكلم يفرج بينه هو كإله حقيقي وبين الشيطان فهنا بيتكلم عن الإله الحقيقي أتى ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وبيقول أني عشان يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا كراعي صالح أنا بزلت نفسي عن الخراف أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف كمان بيجي يفرق بين حشتين تاني هو الراعي الصالح هو الإله معطل حياة بيفرق بين الأجير الأجير ده تديره فلوس يقول اللي انت عايزه تجار دين يعني بالضبط والدهار ده تقدر تخلي الشخص وبنشوف عينات كتير جدا جدا من تجار الدين ويقدر يطوعوا الدين حسب ما انت عايز ويمكن شفنا في الكتاب المقدس الفرج بين الأنبياء الكذبة اللي بيستخدمهم الملوك عشان يوافقوا على الكلام الملوك وبين الأنبياء الحقيقيين اللي بيجف ويواجهوا الملوك في الخطأ وبنشوف الكلام ده في كل عصر بنشوف نفاق رجال الدين وبنشوف طبعا في ناس خدام حقيقيين عشان كده انا بسمي افرج بين كلمة الرجل الدين وبين الخادم الحقيقي اللي هو بيتبع سيده